أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العالم يعاني من موجات عنيفة تضرب الأمن والاستقرار العالمي على شتى الأصعدة والمستويات وخلال كلمته بالمؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرأساء المجالس والبرلمانات العربية أشار جبالي إلى ما تعانيه منظومة الأمن الغذائي العربي في أزمة شديدة الوطأ مضيفا أن العالم العربي يعاني من أزمة شح مائي شديدة الخطورة وهو ما ضاعف منها شاشة الأمن الغذائي العربي السيدات والسادة الحضور تقع منظومة الأمن الغذائي العربي الآن محاصرة بين سندان أوضاع داخلية وإقليمية غير مستقرة ومطرقة أزمات دولية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يفضي إلى أزمة شديدة الوطأ مصحوبة بنعدام حاد في مستوى الأمن الغذائي العربي خاصة في مناطق وبؤر التوتر والأزمات في منطقتنا العربية وعلى صعيد موازن تواجه الدول العربية أزمة شح مائي شديد الخطورة فضلا عن وجود منابع المياه للدول العربية في دول غير عربية ولعل أزمة مصر والسودان مع السد الإثيوبي وتهديده الجسيم للأمن المائي في الدولتين هي بمثابة ناقوس خطر ويشكل ضغطا إضافيا وسلبيا زاد من هشاشة منظومة الأمن الغذائي العربي ترجمة نانسي قنقر